شروط المسابقة لو رجعت للجواب اللي انت بعته ليه الاندية لو انت فعلا عايز ترد بكرة رد حلو على الاهلي طلع الجواب اللي فيه شروط المسابقة اللي بعتها للاهلي واقرى البند اللي قبل الاخير وانت بتقول ليس لأي نادن الحق في تعديل جدوى للمباريات او المطالبة بتأجيل مباراة ده نص انت بعته وشرط انت حطه ضمن شروط المسابقة ما التزمتش لهم على المجرى الاهلي لم يطلب يوم من تأجيل مباراة حيقولوا الاهلي اول حد استفاد من التأجيلات السنادي انا بتكلم على السنادي عشان ما حدش لا حتى السنادي كل ما تأجل للاهلي من مباريات كانت نتيجة هذا التعارض بناء على طلب الاهلي لا انت حطت جدول والاتحاد الافريقي ضغط الموسم بتاعه فبقيت انت بتأجل لانه يوم ثلاثة الاهلي المفروض يلعب في برا مصر فانت حطط له مباراة فبتخليها له يوم ستة تقول له يرجع يوم اربعة ويلعب يوم ستة تحطط له يلعب في الوحل يوم تلاتين مارس مباراة الزمالك ويوم اتنين تخليه يلعب مع الاتحاد تعرف ليه تلاتين ويوم اتنين ويسافر يوم تلاتة عشان يلعب مع صندونز برا يوم اربعة ويرجع يوم خمسة عشان يرجع يلعب مع المقصة يوم تسعة ثم يوم تلاتة انتم تخيلين انه في خمستاشر يوم يلعب ست مباراة بهذا الشكل المضغوط لانك كنت حاطط في الجدول محدش من حق ويطالب بتأجيل مباراة بس الناس من حق هتحلف عليكم يمين طلاق وتنفزوا اشتركوا في القناة